السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية إنشاء QR code أو رمز الاستجابة السريع في الأكسل بطريقة مجانية ومبسطة بحيث يتم تحويل مسارات المواقع الإلكترونية أو أي نص أو أي رقم آخر تريده إلى رمز للاستجابة السريعة بحيث عند مسحه من قبل جهاز خاص أو من قبل الهاتف الجوال يتم إظهار النص الذي تم تكويده نبدأ على بركة الله في البداية نذهب إلى علامة تبويب insert ومن مجموعة add-ins نذهب إلى get add-ins تمثق لنا هذه النافذة نافذة office add-in store نذهب إلى خلية البحث ونقوم بكتابة QR for ثم نضغط على زر البحث تلاحظ ظهور هذه النتائج نختار هذا التطبيق QR for office نقوم بالضغط على add ثم continue تلاحظ أنه تم تحميل الأداة وتم فتحها كما تلاحظون سنقوم بإغلاقها لتعلم كيفية فتحها في المرات القادمة نقوم بإغلاقها لرجوع إلى هذه الأداة نرجع إلى علامة تبويب insert ومن مجموعة add-ins نختار my add-ins تظهر في هذه النافذة مجموعة الأدوات التي تم إضافتها نقوم باختيار للتطبيق QR for office ثم نضغط على add تلاحظ أنه تم فتح الأداة من هذا المكان تختار نوع الشيء الذي تريد أن تقوم بتكويده وهل هو مسار موقع الإلكتروني أم هو email أم هو telephone أو SMS أو custom أو غيره نقوم باختيار مسار الموقع الإلكتروني نقوم بنسخ المسار ولسقه في هذه الخانة تلاحظ أنه تلقائيا في الأسفل تم عمل QR خاص بهذا المسار من هذا المكان نستطيع أن نختار الخلفية الخاصة بالQR وهنا لون الQR مثلا هذا اللون في هذا المكان نختار الحجم بهذا الشكل لإدراج الQR داخل الإكسل نقوم بالضغط على insert فيتم إدراج الQR كما تلاحظون بهذا الشكل نقوم بسحبها ووضعها في المكان الذي نريده لو أردنا تحويل نص إلى QR مثلا كتبنا أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية نقوم بنسخ هذا النص ولسقه في هذا المكان امتيار النوع custom تلاحظ أنه تم عمل QR خاص بهذا النص نقوم بالضغط على insert فيتم إدراج الQR نقوم بوضعه في المكان الذي نريده بهذا الشكل الآن لو قمنا بفتح تطبيق خاص به قراءة الQR مثل هذا التطبيق مثلا وقمنا بمسح الQR الخاص بالموقع الإلكتروني بهذا الشكل تلاحظ أنه تلقائيا تم إظهار محتوى الQR كذلك نفس الشيء بالنسبة للنص لو قمنا بمسح الQR الخاص بالنص تلقائيا تم إظهار محتوى الQR الQR كذلك لو قمنا بمسح الQR من خلال متصفح إنترنت يدعم الQR مثل متصفح الأوبرا نقوم بالضغط على رمز الQR نقوم بمسح الQR الخاص بالموقع الإلكتروني يتم تحويلك مباشرة إلى هذا الموقع كذلك لو قمنا بمسح الQR الخاص بالنص يتم مباشرة كتابة المحتوى محتوى الQR والبحث عنه في الإنترنت أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته